السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائنا طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي قسم طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات في ثاني حلقاتنا من مدة مراقبة الجودة النهاردة هناخد مع بعض أسليب وطرق وقياس نظام الجودة بالنسبة لأسليب وطرق وقياس نظام الجودة كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن التكنولوجيا وازاي بنستخدم التكنولوجيا للاتصالات وتكنولوجيا الصورة وازاي التكنولوجيا للاتصالات والصورة داي بتوفر لنا حاجات كتير وبتقدر يتوفر لنا جودة بشكل مختلف وبشكل أفضل وبشكل أسرع كمان وبتقدر تحقق لنا اللي احنا بنعوزه بيه بشكل أو بطريقة أفضل وأسرع ويمكن استطراضا للحلقة السابقة كنا بنتكلم عن ازاي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال اللي احنا بقت موجودة حاليا وبقت موجودة في كل حتة ممكن تحل لنا مشاكل كتير يعني أنا دلوقتي كان الاول ممكن مثلا لما عندي مشكلة في مكينة أو كده كنت لازم استنى لحد ما الخبير أجيبه من بره آآ لو انا مسلا مستورد المكينة من بره فاستنى لحد ما الخبير يجي من بره ويبدأ يحللي المشكلة داخل المكينة ده هي لكن لما استخدمنا الاساليب والتكنولوجيا الحديثة أنا ممكن دلوقتي عن طريق الفيديو مسلا كول أو المسلا الايميل ادرس او الكلام ده هوت ممكن ابعت له المشكلة او اخليه اونلاين معايا مسلا في مشكلة ويبدأ يحلل المشكلة وانا اشغال معايا بقول له اعمل ده او يقول لي صلح دي او عدل دايات او معدلش دايات ويمكن الكلام ده قابلناه كتير قوي في موضوع الكورونا لما ابتدنا نتواصل ونبدأ نشوف اساليب التعلم الحديثة عن طريق الاتصالات وعن طريق الانترنت وده يمكن بيأثر كتير في حياتنا في المستقبل عشان كده بعد ما خدنا الجزء ده واهمية التكنولوجيا الحديثة واهمية استخدامها في اه سواء كانت تكنولوجيا الصورة او تكنولوجيا الصوتيات او تكنولوجيا الكمبيوتر فا اه عندنا بقى بقى اساليب وطرق اه مختلفة وكثيرة جدا في اه اساليب وطرق قياس الجودة او قياس نظم الجودة الاساليب ده هي الاساليب دي نبدأ نشتغل بها ازاي او نقيس بها ازاي طرق اه الجودة ده اللي هنشوفه مع بعض نبص كده مع بعض اول حاجة لطرق واساليب القياس اه انا دلوقتي او قيعت مسلا فيه مشكلة ما انا دلوقتي اه باجي اضع نفترض اه تشيرت او اميس مسلا او بنتلون ايا كانت طباع اللي انا هتبعها ولقيت اني دايما لما باجي اطبع الصورة ديت او التصميم ده على اتشيرت بتاعي بيحصل مشاكل وبيحصل تسديد والرس ما بتنزلش كابلة طيب ايه اللي مفروض اعمله انا هقول الاساليب وبعد كده ناخد الاساليب دي نطبقها على المشكلة اللي انا بعرضها على حضركم اول حاجة لازم اجمع البيانات الخاصة بمشاكل الجودة يعني ابدأ اشوف ايه المشاكل اللي بتقابلني والاي بيانات تخص الموضوع ده لازم اجمعها واراقبها والحصة كويس جدا بعد كده اختار المشكلة ايه ده هو ممكن المشكلة يبقى فيها اختيار للمشكلة اه يعني ممكن يبقى لعيب ليه اكثر من مشكلة ولكن في مشكلة اساسية هي اللي عملت لعيب ده فيبقى هنا ابدأ اختار المشكلة وحدد اسباب هذه المشكلة يعني اشوف المشكلة ده هي ايه اسبابها وجدت نتيجة ايه ايه اللي حصل ايه الاخطاء اللي حصلت ايه المشاكل اللي حصلت وبعد كده اشوف ما بقى هان بدأ ارتباط الاسباب بالمؤثرات يعني هل اه التأثير اللي حصل عندي ده هو ده سببه ولا لا مرتبط بيه ولا مش مرتبط وبعد كده استنبت الحلول هل حلول كلها تنفع تتطبق لا انا باستنبت مجموعة من الحلول وبعد كده اعمل تطبيق ومرقبة للنتائج او الحلول اللي انا هشوفها ده هي وبعد كده اختار او اعرض النتائج على صاحب القرار وصاحب القرار بقى يكرر ايه افضل طريقة لحل هذه المشكلة لكن الموضوع ده او طريقة اساليب القياس او طرق اساليب القياس ده هي مهمة جدا جدا في اساليب الشغل وبالذات لما يبقى عندي مشكلة اه ممكن ما يبقاش الحل بتاعها هو اللي باين قدامي او الا او السبب بتاعها هو اللي باين قدامي ممكن يبقى فيه سبب خفي لهذه المشكلة نرجع مع بعض هنا ونبص على ايه هي الاسباب او الطريقة ده هي ازاي نطبقها على المسال اللي احنا قلناه انا عندي دلوقتي تيشيرت تيشيرت ده انا طبعته مسلا طبعة معينة وكل مطبع الشيطات ده هي اتابوس الاقي اني الطبعة ما بتنزلش كاملة بقى فيها اجزاء مش مزبوطة في الطبعة مش مزبوطة وممكن الاجزاء دي بتختلف اعمل ايه او اطبق الطريقة دي ازاي في المشكلة بتاعت دي لاني دايما لو عرفت الطريقة بتاعة التطبيق هيبقى المشكلة بالنسبة لي حلها سهل جدا في من التخلص بس اعارف الطريقة بتاعت ازاي يوصل للسبب. فييجي ابدأ اجمع بيانات. فييجي بيان يقول لي والله ده ممكن يبقى عيب ان الشابلونة ما تصورتش جيدة. تمام? واحد تاني يقول لي لا والله احنا ممكن شايفين ان مش لا الشابلونة هي اللي ما تصورتش جيدا. لا احنا شايفين ان العجينة اللي معمولة او العجينة بتاعت الطباعة كانت اه سقيلة. واحد يجي يقول لي لا والله احنا شايفين مش مش العجينة هي اللي كانت سقيلة. الحرير اللي احنا استخدمناه كان عامل مشكلة. الحرير ده ديق. فما ينفعش. واحد يجي يقول لي لا 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 احنا طيب مش خلاص. يبقى دي ادي كل واحد اقترح لي سبب من الاسباب. فابتديت اجمع البيانات. جيت انا ابتديت اروح اشوف المكان اللي هم بيشتغلوا فيه. فلقيت ان المكان ده مسلا اه في اه مبنى وهما في الدور الاخير. واحنا في شهر اغسطس. فكتب احنا في مبنى في الدور الاخير او المبعرة دي موجودة في مبنى في الدور الاخير في شهر اغسطس. تمام? وقلت ان في ناس قالت انه ممكن يبقى عيب من التصميم. وفي ناس قالت ان هو عب من الحرير. وفي ناس قالت عب من العجائن. وهو ده اللي بيخلي التصميم ما بينزلش بشكل كامل على آآ الطبعة بتاعتي. تمام؟ اجا بص عشان ابدأ استبعد المشاكل بقى اللي هم قالوها دهية. ابص مسلا على التصميم اللي ما بينزلش بشكل كامل. ألاقي بيختلف من طبعة لطبعة. يعني طبعة يبقى مسلا حرف الالف هو اللي مسدود. طبعة تانية حرف البي هو المسدود. طبعة تالتة حرف السين هو المسدود. مش شرط. آآ طيب يبقى كده موضوع حتة التصميم نستبعده. المشكلة الحقيقة ان الالوان ما بتنزلش على التشيرت بشكل كامل. يبقى انا كده احددت المشكلة بتاعتي. اخترت المشكلة بتاعتي. ايه هو اختيار المشكلة? ان الالوان ما بتنزلش بشكل كامل. طيب ايه الاسباب بقى المشكلة دهية? الاسباب المشكلة دهية هتبقى عدة اسباب. واحد ان الحرير يبقى ديع. اتنين ان اللون يبقى تقيل. تلاتة اني خلي بالك ان في اسباب انت مقلتهاش. آآ او يعني انت قلتها بس انت قلت كجو. آآ ان الناس دهيت في دور اخير والآ في شهر اغسطس. فده معناه ان الجو حر جدا. فده معناه ان العجاين بتعمل ايه? بتتماسك. ها بتدريت ادور على الاسباب اهو. ابدأ بقى احلل الاسباب دهية. واشوف ماذا ارتباطها بيه المشكلة. الحريرة? لا ما هو الحريرة دهية هي دي اللي طبعنا بيها. نفس التصميم دهوت من في شهر تلاتة وكانت الطبعة تمام وزي الفول. يبقى الحريرة كده مستبعدة. ابدأ احلل. يبقى ده السبب ده مش مرتبط بالمشكلة دي. طيب العجاين هي تكونة العجنة دي هي هي نفس تكونة العجنة داية ما فيش اي مشكلة. طيب يبقى السبب ده مش مرتبط. اه طب الحر بقى. وان الجو حر وان الدنيا مش مزبوطة وان اه لا يبقى هو ده السبب المرتبط بارتباط مباشر بالموضوع ده. طب الحل ايه? ابدأ بقى اقترح حلول. اصطنبت عدة حلول. الحل الاولاني ان انا اجيب حريرة اوسع شوي. الحل التاني وطبعا ده هو هو نفس التصميم فممكن ما يبقى يبقى حرام ان انا اعمل مسلا حل زي ده. الحل التاني ان انا ممكن اخفف العجان شوي. الحل التالت ان انا اركب مراوح او شفطات عشان تشفط الحرارة اللي موجودة في المكان. يبقى انا كده ابتدت اعمل ايه? اصطنبت حلول. ابدأ اطبق بعض من هذه الحلول. واعرض النتائج على مين? على صاحب المنشأ. اقول له والله احنا عندنا مشكلة واحد اتنين تلاتة. وكانت المشكلة ده هي تبتدين ندور على اسبابها. ادي الاسباب. ابتدين نشوف ايه الاسباب دي اللي مرتبطة. ابتدين نقترح حلول. وادي الحلول اللي موجودة. ودي طريق تطبيقها. فيبدأ يقول لي اه والله الحل ده مناسب بالنسبة لي. لا الحل ده مش مناسب. ونبدأ نشوف النتائج. فتبدأ المشكلة عندي تتحل. اعرض النتائج بقى اقول له والله احنا جربنا ان احنا خففنا العجينة مسلا لقيت ان العجينة بتسيل وبتديني نتيجة مش كويس. وجربنا مسلا ان احنا نوسع الحرير لقينا ان تصميم مش هينزل بشكل كامل. فيبقى ده مش غير حل واحد اللي هو ايه? اركب مسلا مراوح في المكان اول المباعة في مكان يبقى درجة حرارته اقل شوية. فيبقى كده ابتديت باسلوب حل المشكلات او الطريقة ابدأ احل المشكلة اللي موجودة عندي. عن طريق اساليب حل المشكلات. ده جزء مهم جدا جدا لازم تاخد بالك منه. عشان كده بقولك مش شرط انك انت تبقى حافظ الكلام اللي موجود ده على قد ما انك تبقى فاهم هو انت بتطبق ده ازاي? فانت لو فاهمت بتطبق ده ازاي? خلاص الموضوع بقى بالنسبة لك عادي جدا. وسهل قوي لما تيجي لك مسلا حتى في الامتحان. عشان تقدر تجاوب عليه هيبقى بالنسبة لك سهلة لانه بقى اسلوب حية عندك. بقى الطريقة في حل المشكلة اللي موجودة عندك. نيجي لجمع البيانات الخاصة بالمشاكل. طب انا اما اجمع البيانات ده هية. هل في طرق? عشان اجمع بها البيانات? اه. الطرق دي مختلفة? اه. بتختلف من مكان لاخر? اه. بتختلف من المشكلة الاخرى? اه. يعني في مشكلة ممكن ما آه ميفعش فيها ان انا احلها او اجمع عنها البيانات بالطريقة دي? اه. وفي مشاكل يعني مسلا اه الانفجارات النووية مسلا. او التصارب النووي. ينفع ان انا اروح اجمع بيانات بان انا اروح المكان اللي فيه الانفجارات ده هي? لا طبعا. لكن اشوف القصار من بره من بعيد? اه. لكن اروح المكان اللي. لا اكيد لا. مش هينفع. فالحاجات دي مهمة جدا. اساليب جمع البيانات. هنجمع بقى البيانات ازاي? بمشاكل الجودة? اول حاجة نبص مع بعض التوزعات التكرارية او المدرج التكراري. نراحز ان احنا لما بديجي ندور على التوزعات التكرارية او المدرج التكراري لما بيبقى في عندي انواع الاختلافات اختلافات طبيعية عشوائية او اختلافات غير عادية. يعني لما بتكون طبيعية وعشوائية او اختلافات غير آآ عادية بالجأ للتوزعات التكرارية بالمدرج التكراري. تمام? بيبقى المشكلات عندي بتتكرر عندي بالشكل دوت. مسلا ده التكرار داخل المجموعات. وده التكرار اللي هو التوزيعات اللي موجودة عندي. والحد الاعلى للمواصفات والحد الادنى للمواصفات. بعد كده المدرج المتماثل. يعني ايه المدرج المتماثل? يعني الا ان شزوز عندي في سواء بالاجاب او بالسلب ومتساوي. وعندي جزء هنا هو اتعلاق ان النصين دولت لو انا جيت طبقت النصين دولت على بعض هلاقي ان الاتنين زي بعض بالملي مفيش اي اختلاف ما بينهم. بعد كده ازاي احلل المدرجات التكرارية? يعني ازاي احلل هذه المدرجات او مش كمان مش احللها اقراها ازاي? اشوف ها باني عين او اشوفها باي طريقة. اول حاجة اي توزيع له قمتان. لو اي توزيع له قمتان. وبعد كده اشوف التشتت الكبير وبيميل لاني ناحية. اليمين ولا اليسار? لو لو بيميل ناحية اليمين ده معناه ان العلاقات طردية. يعني ايه? كل ما بيزيد المشكلة كل ما بيزيد السبب. او كل ما بيزيد السبب كل ما بتزيد المشكلة. طب لو عكسية? لا. ده في اسباب معينة مرتبطة بالمشكلة. يعني كل ما بتزيد كل ما بتقل المشكلة في هذا السبب. فالتشتت كبير وبيميل ناحية اليسار او التشتت كبير وي بيمين ناحية اليمين او التوزيع ليس كامل يبقى لاما عندي المدرجات التكرارية لاما ليه وقمتان لاما بيمين ناحية اليسار لاما بيمين ناحية اليمين لاما التوزيع ليس كامل يعني متشتت تمام قوائم الفحص وتأكيد الجودة اول حاجة قوائم فحص القياسات ودي مهمة جدا 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 يعني انا دلوقتي لما بيبقى عندي طب هنقولهم مع بعض وبعد كده نقولهم نشرح فيهم ايه الكلام بتاعي قوائم فحص وتأكيد الجودة عندي قوائم تسجيل انواع العيوب وقوائم فحص القياسات وعندي قوائم فحص الماكينات ودي بقى مهمة جدا وعايزين نعرف ايه تفسير كل واحدة فيهم نيجي لاول قوائم فحص وتأكيد الجودة اول حاجة قوائم تسجيل انواع العيوب دايما وانا شغال سواء كنت بحفظ مثلا طباعة او بحفظ صباغة او بحفظ تجهيز لازم يبقى عندي قوائم لتسجيل العيوب يعني مثلا في السباغة اقول والله فيه سباغة غير متجنسة او اقول مثلا فيه نقط لون او اقول فيه مثلا الوان فتحة موجودة في الاقمشة او زيادة فيه مثلا سباغة البراصل لازم يبقى عندي قوائم بالعيوب داية ليه قوائم بالعيوب اولا قوائم بالعيوب بتفدني فيه حاجتين يبقى عندي العيب انا عارف ان العيب دا قرر معايا بعد كده فابقى عارف ايه مصدره فاعرف علم ولو انا مثلا اتقرت او او شفت طريقة عيوب جديدة فابقى عارف ايه الطريقة اللي انا اتقرتها فوفر على نفسي وقت فاول ملاء ملاء العيب ابقى عندي طريقة بسرعة الاكتشافه وحله فما ياخدش معاي وقت يبقى دي اسمها قوائم تسجيل انواع الايه العيوب فابقى عارف انواع العيوب وعلى فكرة تخلي بالنا من الحاجة مهمة ان قوائم تسجيل انواع العيوب ما بقاش مكتب فيها العيوب بس ما العيوب بس هي معروفة للناس كلها لا دا بيبقى عندي العيب وايه مصدره وايه سببه وايه طريقة حله الطريقة اللي انا توصلتها لحل بحيث ان ما يقرر بعد كده ابقى فاهم احله ازاي وايه المشكلة وكان ايه السبب او كان ايه المصدر يعني مثلا ممكن يبقى عندي بقعة في القماش والبقعة داية انا كاتب ان مصدرها كان البخار موجود او فيه تصرق بخار بيبقى موجود في المكانة مثلا عند الجزء اتنين وده هو اللي بيعمل بقعة داية فانا ما يجي بعد كده يتقرر وجزبه على نفس المكينة داية ولقيت فيه تصرق او لقيت فيه البقعة اول حاجة اللي لازم اروح لها ايه عند مثلا جزء بتاع رقم اتنين عند تصرق البخار دا اشوف هل كان فيه تصرق ولا مفيش فيبقى دا مصدر العيب فيبقى انا كده ما عنديش اي مشكلة فيه علاج هذا الموضوع فعشان كده بنقول ان اهم حاجة قوائم بانواع العيوب اللي بيبقى فيها العيب ومصدره وطريقة حد تمام تاني حاجة قوائم فحص المكينات ويمكن قوائم فحص المكينات برضو مهمة جدا لان بيبقى دايما ويمكن دي بنسمع عنها في العربيات او السيارات ان يقول لك ايه والله انا بعمل العربية على طول في التوكيل وعندي الورق او الشيد بتاع العلاجات بتاعتها كلها في التوكيل او في التوكيلات فعارف السريل او العيوب اللي موجودة فيه المكينة او في العربية مسلا نيجي بقى للمكينة لما يبقى عندي قوائم بيقى العيوب اللي موجودة في المكينة ببقى عارف الخطوب بتاعت المكينة ايه وايه العيوب اللي موجودة فيها وبناء عليه لما اجي يحصل عيب لو عيب قديم فبقدر بسرعة جدا اروح لمصدر العيب بدون معد ادور في المكينة طيب ولو عيب جديد لو عيب جديد يبقى انا عارف ان انا هستبعد بعض الحاجات اللي ممكن تيجي في دماغي واروح على العيب اللي موجود جديد فلازم يبقى عندي قوائم فحص للمكينات باستمرار يعني مثلا هنقول على السير اللي بيمشي المطور بتاع المكينة فانا في قوائم فحص للمكينة بقول ان السير دا مثلا عملته الاسبوع اللي فات والسير دا مثلا الماني او ايا كان نوعه والسير دا جيد ومواصفاته كذا وكذا وكذا وبيعود وبيعمل لو جيت لقيت عطل في المطور بتاع المكينة اكيد مش من السير لان السير دا نرسه مغيره من اسبوع فاروح لي ايه بقى اروح لي ايه بتاني يبقى دا نتيجة ان انا ايه عندي قوائم ببيع فحص المكينة اه تالت حاجة عندي وهي قوائم فحص القياسات ودي مهمة جدا جدا وبالذات في المواد الخام وبالذات اه في المية لما انا بيبقى عندي قوائم فحص القياسات وعارف وكمان المية يمكن تحديدا فيها مشكلة ان دايما اه لما بيكون المصانع غالبية المصانع بتاعت السباقة والطباعة بتبقى في مناطق صحراوية ودايما لازم يبقى عندي قياسات لملوحة المية او البير اللي بيتاخد منه المية او المكان اللي بيتاخد منه المية ابقى عارف الملوحة بتاعته قد ايه? وحجم الشوائب اللي موجودة في المياه قد ايه? او حجم الجير اللي موجود في المياه قد ايه? ليه? عشان لما اجي احل وانا بشتغل يعني انا ممكن احط المواد الكيميائية بتاعتي? وحط الخامة وحط السبغة وحط كل حاجة وابدأ اشتغل الاقي المواد الكيميائية ما تفعلتش. طب ليه? انا مش عارف. اه. يبقى نتيجة مسلا عسرة ليه الماء. طب هو انا مش عندي القياسات بتاعة المية او قوائم القياسات بتاعة المية. اه عندي قوائم قياسات المية. طيب وانا عارف ان العسرة بتاعته كان كزا اهل عارف العسرة بتاعته. طب ازاي ما ضفتش كميات اللي تزيل العسرة اللي تخليني احقق نتيجة بتاعت السبغة اللي انا عايزها. يبقى ده عجزة عندنا بقى مش عجزة فيه القوائم القياسات. اللي مسلا زي ما احنا كنا بنتكلم في العمليات في مادة العمليات لما كنا بنتكلم انه مسلا تركيز ثمانين في المية. فانا عارف ان الكولوريس السوديوم مسلا ان ان انا هستخدمه فيه عمليات الطبيعية تركيزه وتمانين في المية. فما ينفعش اخد اروح اخد الستين. لو انا عندي قوائم بالقياسات هبقى عارف ان انا مدام عايز تمانيني بقى اروح لي بتاع التمانين. عايز ستين في المية بقى اروح لي بتاع الستين في المية. فعندي القوائم اللي موجودة عندي تلات قوائم اساسية. قوائم بانواع العيوب. قوائم بانواع الماكينات. قوائم كمان بالآآ قياسات. التلات قوائم دولة مهمين جدا جدا. وانا بشتغل. ولازم يبقوا متوجدين عندي في المكان. لان ده هيوفر عندي وقت. هيوفر عندي مجهود. وهحقق لي جودة عالية. طول ما انا بحقق جودة عالية. نتيجة ان القوائم دي كلها موجودة. ومتسجل فيها الحاجة بدقة. ونحط تحت دقة دي تلاتين ربعين خط. ودي مهمة جدا. وخاصة اللي بشتغل في العملية الانتاجية. عشان كده دايما احنا ما بنيجي نتكلم عن مراقبة الجودة بناخدها في عملية الانتاج. لان احنا لو خدناها كمواد او كمدة. بنتكلم عن مصطلحات وكلام وحاجات مش مفهومة بدون امثلة مش هنفهم منها حاجة. فلازم دايما نبقى عارفين احنا هنطبقها ازاي وبناءا عليه هيبقى بالنسبة لنا سهل ان احنا نعرف المصطلحات ويه الامثلة اللي موجودة قدام. نشوف نقطة تانية معانا النهاردة وهي اختيار المشكلة على منحنة باريتو. ومنحنة باريتو آآ بيتكلم عن عدة موضوع آآ او يعني عدة طرق مختلفة. اول حاجة فيها دراسة الوضع الحالي المشكلة. دراسة تطريخ ترطور المشكلة. ودراسة نتائج التحسين. ويمكن في منحنة باريتو احنا بنتكلم عنه في دراسة الوضع الحالي للمشكلة. دايما آآ ما بنيجي نتكلم عن باريتو اسلوب تناول وليه المشكلات وهي طريقة حلو ليها. بيتكلم على اني ازاي اخد المشكلة وازاي ادرس الوضع الحالي. يعني انا بشوف المشكلة اللي انا موجود فيها حاليا آآ ايه وضعها? واخر ما توصلت ليه? وايه اساليب القياس بتاعتها? وايه ازاي احلها? واني طريقة الافضل ان انا آآ احلها بيها. كمان باريتو ويمكن هو من العلماء القليلين ما جيه شاف المنحنة بتاعه او عمل المنحنة بتاعه. آآ بص الحاجة مهمة اوي وهو دريد آآ يعني دراسة تطور للمشكلة. يمكن باريتو من الناس القلائل اللي بصوا على التاريخ بتاع المشكلة. طب هل انا تاريخ المشكلة يفرق معايا في طريقة الحل ونتائج التحسين? اه طبعا. مهم جدا. يعني يمكن كثير مننا اما بيروح ليه دكتور يقول له هو انت عندك تاريخ مرضي يعني ايه تاريخ مرضي يعني لقدر الله لو حد مسلا لاحل دكتور بيقول له والله انا في فعلتي مسلا الناس او آآ جدي وجدتي وابوي وامي مصابين بالسقر. فيقول له آآ ده عندك تاريخ مرض يبقى مرض السقر هنا عنده ليه تاريخ. فيبقى انت كده مسلا الحاجة اللي انت بتشك منها دلوقتي دي ممكن يبقى نتيجة انك وجود عندك سقر لانك عندك تاريخ مرض. فنفس الحكاية بالنسبة لي دراس التاريخ تطور المشكلة. طب ازاي الكلام ده يتربط بكلامنا او بالشغل بتاعنا اقول لك لان انا دلوقتي مسلا جيت لقيت اني نرجع للمسال اللي احنا كنا بنضربه من شوية اللي هو بتاع الطباعة المسدودة او القماشة او الطبعة اللي بتنزل غير كاملة على القماش. فلما نيجي ندرس طريق تطور او طريق تطور المشكلة دا في الطباعة هنلاقي ان قبل كده حصل ان احنا كانت الطبعة ما بتنزلش كاملة على القماش. ونتيجة وجود حرارة. فده معناه ان دلوقتي معنى ان المشكلة دي القرار التاني يبقى ده معناه ان ممكن يرجع سببها لوجود حرارة او الحل ما ات اه يعني الحل اللي احنا كنا اقترحناه ما اتحلش او ما كانش موجود مراوح مسلا او اه مسلا مبردات او موجود مسلا اه شفطات موجودة في المكان اللي احنا بنطبعه ودرجة الحرارة عالية فعدها يبقى دي نتيجة المشكلة. فبريته بيدرس تاريخ تطور المشكلة عشان يقدر يوصل لافضل نتائج فيه التحسين. وكمان بيدرس كمان نتيجة اه التحسينات اللي هو بيعملها. يعني انا الموضوع يتحسن بدرجة قد ايه? وازاي تطور معايا عشان اقدر يوصل بيه لافضل نتيجة ممكنة. ده منحنة بريطة. اه تحديد الاسباب بقى وحدوث المشكلة واسلوب الشجرة او جزء الشجرة او الفروع بتاعته السنوية او مخطط السمكة. ومخطط السمكة مهم جدا 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 لاني مخطط السمكة بي اه او اسلوب حل المشكلات بطريقة مخطط السمكة يمكن من المخططات المهمة في حل المشكلات لاني هو بيبقى عنده عيب وبيقترح لي العيوب ده بيبص على جميع العوامل المرتبطة بهذا العيب. يعني هرجع تاني للمسال معلش استحملوني انا بضرب نفس المسال عشان نشوف الفرقات بتبقى عاملة ازاي? او الفرقات بتبقى عاملة ازاي في اسلوب تناول حل المشكلة. يعني انا وانا بحل المشكلة ده هي لو هاشتغلها بطريقة بريطة هاشتغل ازاي? لو مخطط بريطة هاشتغل ازاي? او مرحنة بريطة باشتغل ازاي? ولو باشتغل بيه مسلا باسلوب حل المشكلات باشتغل ازاي? ولو باشتغل بيه اسلوب السمكة او جزع الشجرة بشتغل ازاي؟ كل طريقة منهم ليها طريقة في الحل عشان اوصل ايه افضل نتيجة ممكنة طب هل في طريقة مسلأ؟ لا هل ممكن استخدم اقصر من طريقة؟ ممكن طب هل العيب هو اللي بيحكمني في الطريقة؟ اه احيانا بيبقى في طريقة تنفع مع عيب واحيانا طريقة تانية ما تنفعش معي فنرجع تاني لي مثلا ان انا عندي مشكلة في اه طباعة ما بتتتبعش متكاملة فابدأ ابص انا الطباعة ده هي مين بيشترك فيها؟ عندي عامل وعندي خمات وعندي مواد وعندي مكينة. ابدأ باشوف بقى طيب العامل ماذا ارتباطه ايه بهذا العيب? اه ماذا تأثره ايه بالعيب? اه ماذا مسلا العامل ده بتعمله تدريبات? اه بتعمله تدريبات. العامل ده مسلا مهاري? اه مهاري. طيب بيشتغل طبع قبل كده? اه. طب هل الشغل ده اول مرة يظهر معها? مسلا اه او لا. طيب المكينة. المكينة اللي هو بيطبع عليها. ايه العيوب اللي فيها? كان فيها مشكلة قبل كده? طيب هل المكينة ده هيت مش مصبوطة? مصبوطة كويس جدا? طيب وابدأ اشوف ايه المشاكل اللي محيطة بالمكينة. المواد اللي انا بستخدمها. تخزينها عامل ازاي? متخلطة بشكل جيد? اتقلبت بشكل ممتاز? طب هل المواد ده هي تطبعت بيها قبل كده? طب هل المواد ده هي تطبعت في نفس الشبلونة? طب الحرير اللي انا بستخدمه ده هو بالنسبة لخيمات مسلا. الحرير اللي انا بستخدمه ده مختلف. طب هل انا على طول كنت بطبع على قطن ولا المرة دي كنت بطبع على صوف والمرة اللي فاتت كنت بطبع على قطن. طب هل الخام? وابدأ اشوف ايه هي المشكلات. وابدأ اشوف ايه اكتر عامل مرتبط بهذا العيب. هل العامل اللي انا مرتبط به العامل? ولا هل الجزء او الجزء اللي انا مرتبط بيها المكينة هي لمرتبطة اوي بالعيب او هل الجزء اللي همرتبط بيها المواد هي لمرتبطة اوي بالعيب او هل الجزء اللي همرتبط بيها الخامات هي لمرتبطة اوي بالعيب. وابدأ احلل واشوف ايه الاكتر ويبقى هنا بناء عليه هو هنا هختار ايه اكتر حاجة مرتبطة بالعيب وابدأ ابحث بقى في اساليب حلها وابدأ اشوف ايه الطريقة المسلى لحلها. ده اسلوب بتاع الشجرة اللي احنا بنكلم عليه من جزء وفروع سنوية طيب عندنا بقى حاجة مهمة جدا ونركز بقى معايا هنا قبل ما نبص عليها لانها حتة مهمة جدا انا عندي مشكلة وعندي اسباب عندي مشكلة وعندي اسباب لهذه المشكلة لازم اعرف ايه مدى ارتباط هذه الاسباب بهذه المشكلة طب هل عندي انواع لهذه الارتباطات طيب الانواع ده هي ممكن تتحلل بشكل بياني التحليل بتاعها بيتم ازاي بطرق كتيرة بس هنخلينا في بعض التحليل البسيطة جدا اللي تخلينا نقدر نبقى شايفين الموضوع بشكل واضح احيانا بيبقى عندي ارتباطات يعني المشكلة مرتبطة بشكل تام مع الموضوع بتاع يعني انا بقول اني مسلا العجينة نرجع للمشكلة اللي كنا بنقابلها اللي هي ان الاجزاء ما بتتطبيعش ان العجينة سقيلة جدا فكده ده ده معناه اني فيه ارتباط وصيق ما بين المشكلة والطبعة خلاص العجينة سقيلة جدا فما بتنزلش من الحرير فده خلاص ما روش حل فده معناه اني فيه ارتباط تام ما بين مشكلة عدم نزول والمشكلة طيب واحيانا يبقى ارتباط طردي يعني ايه ارتباط طردي يعني كل ما بيزيد السبب كل ما المشكلة تزيد ازاي يعني نقدر نقول اني النهاردة كانت درجة الحرارة اربعة وثلاثين فالطبعة كانت ما يعني بتزيد طبعة كانت او المشكلة بتاعت الطبعة ده كانت بتزيد تمام بعد كده الحرارة نزلت بقت تلاثين فالحرارة فالمشكلة بتادت تقل طيب الحرارة نزلت بقت عشرين فالمشكلة اختفت يبقى ده معناه ان كل ما بتزيد الحرارة كل ما المشكلة بتزيد كل ما تقل الحرارة كل ما المشكلة تقل ده اسمه ارتباط طردي ارتباط طردي في بقى ارتباط عكسي يعني ايه ارتباط عكسي لا ارتباط العكسي ده معناه انه بيقول ايه ان انا كل مثلا لو نقول ان كل ما اللون بيخف كل ما المشكلة تزيد وكل ما اللون يتقل كل ما المشكلة تقل. يبقى ده اسمه ارتباط ايه? ارتباط عكسي. وفي حاجات ملهاش اي ارتباط خالص. يعني ايه ملهاش اي ارتباط خالص? يعني زي مثلا العامل. انا مهما غيرت في عمال المشكلة ما بتتحلش. فده معنى ان ما فيش ارتباط ما بين العامل والمشكلة دي. فيبقى ده اسمه عدم ارتباط او ارتباط صفري. ارتباط صفري يعني ما فيش اي ارتباط ما بين المشكلة والسبب اللي انا بقوله. فنيجي نشوف مع بعض بيان بماذا ارتباط الاسباب بالمؤسرة نشوف لو ارتباط موجب بيبقى على الشكل الرسم البياني بيبقى بالشكل ده ده لو ارتباط موجب او طردي طب لو الارتباط سالب بيبقى على الرسم البياني بالشكل ده او ارتباط عكسي ده اسمه ارتباط عكسي يبقى السالب عكسي او بالشكل ده والارتباط الموجب او الطردي بيبقى بالشكل ده موجود كل ما يزيد العيب يزيد المشكلة كل ما يزيد العيب يزيد المشكلة طب السلبي لا ده يزيد التاني إيه 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 إي ما ارتبطين بشكل كامل. او ارتباط سفري زي العامل اللي ما قلنا ان هو مالوش اي علاقة بالمشكلة اللي موجودة عندي. ده اسمه ارتباط سفري. بنلاقي الحاجات متنطورة كده فده معناه ان انا غيرت العامل هنا ما حصلش حاجة. غيرته هنا كانت ما حصلش وهنا برضو ما حصل. فده اسمه ارتباط سفري. استنباط الحلول. طبعا من خلال بقى البيانات اللي احنا بنتكلم عليه اداهية والارتباطات اللي احنا كنا بنتكلم فيها. بنبدأ نستنبط الحلول اللي موجودة عندي. وبتم بقى دراسة هذه الحلول ونبدأ نحلها. وبتم دي من خلال دراسة المنحانيات المبعصرة. سواء كانت دراسة متقنية وعميقة او اكتشاف حلول من بعيد من آآ عن بعد مسلا سواء ان ارتباط طردي او عكسي او آآ ارتباط آآ تام. يمكن السفري ما بشكلش مشكلة خالص لكن الحلول بتبقى في الطردي والعكسي والتام. فبنتبق ونرأي بالانتاج من خلال خرائط المراقبة. ودي يعني ايه خرائط المراقبة او الفكرة بتاعت خرائط المراقبة? هي خرائط تستخدم لتحديد مدى استقرار عملية التشغيل والتأكد من ذلك عن طريق مقرقبة الحد الاعلى والادنى. يعني انا بيبقى عندي خريطة بابدأ ارأب بها التشغيل بتاعي واشوف ايه اعلى حد عندي وايه ادنى حد عندي وبناء عليه بقدر احدد ايه هو العملية التشغيل مستقرة ولا لا. لو لقيت فيه حد عندي عالي اوي وحد عندي يعني بقى فيه عندي حدين والشغل عندي يعني في الوسط ما بينهم ده معناه ان عملية التشغيل مستقرة. يعني عملية التشغيل اللي هي في اقصى الحدود ولا في اقل الحدود. ده معناه ان عملية التشغيل عندي مستقرة او واقدر اقول ان انا بشتغل بشكل مستقر. انواع الخرائط اللي موجودة عندي لو انا حبيت اعمل خريطة للمرأبة عندي خرائط خاص او او الخصائص المقاصة اللي هي بتشوف المتوسطات والمدى. يعني ايه? بشوف متوسط مسلا العيوب اللي بتبقى موجودة عندي ايه? ودي دايما بتبقى بالخصائص بتاعة الخامة مسلا او خصائص المواد عندي. بقول مسلا والله ده الخامة دي بتحقق لي متوسط كزا او اقصى مدى ليها كزا او الشغل بتاعي بمكن يوحقق لي. يعني مسلا ممكن اقول اني ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والله مادة هيبوكولويتو السوديوم المدى بتاعها على آآ المكاسر الرمادي ما تقدرش تحقق اكتر من آآ تلاكة. ما تقدرش تحقق اكتر من كده. ده المدى بتاعها. طيب آآ طب المسلا هيبوكولويتو آآ او ماء الاكسوجين. او له لا والله مدى ماء الاكسوجين ممكن يوصل لخمسة واكتر من خمسة في التبييد. فيبقى خلاص. يبقى انا ماء الاكسوجين هو المادة مسلا المفضلة بالنسبة لي. دي اسمها خرائط الخصائص المقاسة بطريقة المدى. المتوسطات بقى ببقى عارف مسلا والله انا ممكن اطلع في المنتج ده اه مسلا اطلع منه اه سبعين قطعة في اليوم. متوسط سبعين قطعة في اليوم. طب هل ممكن يزيد? اه ممكن يزيد. ممكن اطلع تمانين او مية اه. طيب ممكن اطلع ستين او خمسين بورده ممكن. لكن المتوسط بتاعي في اليوم قديه سبعين مسلا قطعة. خرائط بقى مراقبة المواصفات النسبية دي دي بتبقى حاجات بقى غير قبلة للقياس. يعني ايه غير قبل القياس. يعني حاجات ما ينفعش اقسها بشكل اه بمعايير محددة. يعني ممكن اقول ده اه زي البياض مسلا. البياض بالرغم من ان انا عندي فيه حاجة اسمها مقياس الرمادي. بس المقياس الرمادي بيقيس على السباغات والدرجة الوضوح. لكن البياض شيء نسبي. يعني ممكن يختلف من شخص الاخر وممكن يختلف من طريقة لاخرى. فالبياض دايما ما ببقاش غير قبل للقياس الا بعض المعايير العالية جدا وبرضو ممكن تختلف من مكان لاخر. فعشان كده بنقول اني مسلا البياض ده شيء نسبي. او ما اقدرش اقيسه. زي مسلا السباب بتاع الغسيل. سبابات الغسيل ده ممكن اقيسه على المقاييس مسلا الرمادي. لكن البياض ممكن يختلف من مكان الى اخر او درجة الوضوح بتاعة البياض. وان كان حاليا بيحاولوا انهم يحددوا ان طريقة القياص بتاعة البياض بنسب معينة او بدرجات معينة الا انه برضو الى حد ما بيلجأ الى العمليات النسبية. فقدر اقول اني مسلا انا مبيضه بنسبة اربعين في المية او خمسين في المية او ستين في المية. عشان ده شيء غير قابل للقياص مش ملموس. بتشف العين المجردة. ممكن يختلف من عين لعين كمان. لكن لها وقت بقى مسلا هيتقاس بالكمبيوتر اه ممكن يتحدد. لكن احنا بنكلم على الاشياء النسبية. دي بالنسبة لطريقة الخرائط وطريقة طبق. نيجي لنقطة مهمة قوي. عرض النتائج. عرض النتائج آآ بيتم بشكل مختلف. يعني انا ممكن اعرض النتائج بآآ مسلا طريقة الجداول او اعرض النتائج بطريقة المستغطلات او الاعمدة. او الخط المنكسر او الخط المنحني او طريقة الدايرة. آآ لكن عايز اقول ان طريقة الجداول او طريقة المستطلقات او المنكسر او المنحني او طريقة الدائرة هيختلف على حسب نوع المشكلة اللي بتقابلني. وعلى حسب نوع الطريقة اللي باعرض بها هزي المشكلة. ده عايز اقول لحضراتكم على حاجة مهمة كمان. مش بيختلف كمان على حسب نوع المشكلة. على حسب كمان نوع الشخص اللي انا باعرض عليه. يعني لو مسلا باعرض على آآ صاحب المنشأة غير لما بكون آآ على ادارة تنفيذية غير لما بكون بعرض على الادارة الهندسية غير لما بكون بعرض على المشرف بتاعي الموجود. يعني المشرف البتاعي الموجود انا ممكن اعمله طريقة الدايرة وازبط له الدنيا واقول له والله في مشكلة فينا وده بيقابني مشكلة في ده وده بيقابني مشكلة في ده. لكن مسلا لو هعرض على صاحب المنشأة لا انا عايز جداول ومنحنيات عشان اوضح له الموضوع ولا خصله بشكل مبسط. فطريقة عرض الجداول او طريقة عرض الخطوط مسلا المستطيلات او خط منكسر او خط المنحاني دي بتختلف على حسب اللي انا باعرض عليه. وعلى حسب نوع المشكلة. وعلى حسب كمان طريقة العرض انا هاعرض مسلا في مسلا او هاعرض في ورقة او هاعرض في كلام شكلي بس او هاعرض بقى اي طريقة. او مسلا هتكلم عن طريق مكالمة تليفونية. كل دي يبقى طريقة العرض مهمة جدا في الاسلوب. كمان الشخص اللي انا باعرض عليه مهم جدا. وفي نفس الوقت نوع المشكلة بيحدد كمان طريقة اللي هاعرض بيها هذه المشكلة. كل دي الحاجات اللي احنا اخدناها مع حضراتكم. واعتقد ان ده هيبقى جزء كافي كويس جدا ان احنا نقدر نختم به الحلقة بتاعت النهاردة اللي هو طريقة عرض النتائج. وان شاء الله بازن الله هشوفكم في حلقة قادمة. وسلام عليكم.